أبداً شكراً 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 دكتور حيتكلم بيها باللغة الإنجليزية باللغة العربية للغة الإنجليزية وسيبتعد قليلا من الدارجي كيف دكتور؟ الدارجية شوية صعبة على بعض الناس كذا مزبوط طيب في بعض الناس يمكن يتحقق بنا لاحقا إن شاء الله طيب الدكتور حاول الله تعالى حيحاول يوازن بهذا الأمر لكن أنا حقيقة من باب الفائدة والمعرفة فقط أتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الإفقاد وتحاولوا تأخذ الخبرة وليس المعرفة خذوا الخبرة وليس المعرفة خبرة متراكمة موجودة ليس العمل إلاك الإنسان بل خبرة في الحياة المجتمعية وفي فيها بالفعل نكون مجتمع أفضل في مستقبل أفضل لنا جميعا شكرا جزيلا لكم ومتضل الكرهاني أهلا وسألنا الحمد لله والسلام عليكم قيل لي أتكلم عن الاستدامة أو الاستدامة زي ما احنا عارفين وكل واحد مننا عايز معامله يكون مستديم أو دائم وناجح ومؤثر في نفس الوقت مش معنى أننا سجلت جمعية وعندي مجلس أموناء جيد عايزنا كلام جيزي وعرب أو عرب كويس مستديم أو عرب كويس نحن نتحدث لنا جزيلا لكم نتحدث لنا جزيلا لكم من نتحدث لنا جزيلا لكم نتحدث لنا جزيلا لكم وستطيع أن أبني عليه وستطيع أن أقوي عليه دائم عندما أعرف ما أريد ما أريد أستطيع أن أتحاوله وستطيعه تاني نقطة هي وجود رؤية عندي الثاني هو أنني لدي أردت أنني أقوم بعمل هذا المجتمع أو هذا المطلع إلى أردت 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 هاتف مثلاً في التعليم التعليم عشان محاربة الجهل عشان محاربة التطرف عشان محاربة كل هذه الأشياء محاربة الرجعية محاربة الفساد إلى آخر مي أعمل بإرساعد الذين لكن المروري هو أن ترد تحاول بأجنف revenع بأجنف ومن ترد تحاول الناس رفع الوعي نقطة ثانية من النقاط الاستدامة أو الديمومة اللي بنتكلم عنها هو الإيمان بالهدف بتاعنا تؤمن في نظامنا ونظامنا ونظامنا يعني ما ينفعش الموظفين يشتغلوا عندنا لا يؤمننا بالهدف ولا القيم ولا الثقافة بتاعة المؤسسة يعني الإيمان ركن راكين في كل عمل بنقوم بي سواء عمل تجاري عمل اقتصادي عمل سياسي عمل عسكري عمل زراعي عمل رياضي إلى آخر لابد في الاستدامة يكون مؤسسة عندها ثقافة I have to create a culture for my organization to be known by everybody والثقافة دي تكون معلومة لا معلومة من الدين بالضرورة لكل موظف وكل عامل وكل حتى متطوع عندنا لما يجي يشتغل معنا أو تشتغل معنا كم متطوع يعرفة ثقافة المؤسسة شكلها إيه عشان كده يبني نتكلم عن culture أو الثقافة بتاعت المؤسسة من الأهداف الأساسية في الاستدامة أو نقاط من الاستدامة يكون للمؤسسة شخصية مؤسستنا يكون لها شخصية اعتبارية هذا character أو organization يجب أن يكون لها شخصية ويجب أن يكون لها شخصية حاجة مهمة جدا 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 في الاستدامة اللي هي تنوع مصادر الدخل يعني يعني you don't rely on one source of funding more than one source of funding أنا حتيكوا بعض الأمثلة هنا العملية اللي أنتم ممكن تعملوها في السويد وإحنا عملناها قبل كده some of the examples which I mentioned to you either you do it locally or internationally in the first five years في أول خمس سنين عملنا في العمل الإغاثي في بريطانيا كنا بنعرف الناس فقط بما هي المؤسسة وأهدفها خمس سنوات خمس سنوات خلاص الخمس سنوات اللي بعدك ده هو بدأنا نخرج علشان نجيب مصادر للدعم غير المكان اللي احنا موجدين فيه the second five years we were looking for another sources of funding from different parts of Europe not to depend on one source of funding لنعتمدش فقط على مصدر واحد من مصادر الدخل فخرجنا من بريطانيا فرنسا بلجيكا ولندا السويد إطاليا أمريكا كندا ألمانيا إلى آخر ومصادر الدخل بيديك استقلالية this diversity and multiplicity of the source of funding gave you actually independence clear لو احنا اعتمدنا على مصدر واحد للدخل إذا أغلق هذا المصدر ماتت المؤسسة if we depend only on one source of funding if this closed we finish our work ودي خطورة كل الجمعيات اللي بتشتغل في الخليج and this is actually the danger facing all the gulf organizations لأنهم في بلاد غنية ويعتمدوا على مصدر واحد فقط ما عندهمش مكاتب تجمع عمال خارج بلادهم لأنهم يتضحون على مصدر واحد ويستطيعون على مصدر واحد ويستطيعون أي مصدر واحد من المصدر واحد من الخلال واحد من الخلال دعونا دعونا أنا أتحدث للصبح بس لنتكتب فا الملتبوليسة of the source of funding is very important point علشان السوثنبوليجي واضح؟ الشفافية transparency لا يمكن أستديم عملي وأنا بعمل في سرية I never believe that you will be able to have a sustainable organization if your organization becomes secretive do not issue reports do not have financial reports do not have any communication with the people الشفافية مهمة جدا جدا كعامل من عوامل الاستدامة المشاركة المجتمعية community participation community participation community participation إن أنا بعتبر المجتمع جزء مني وأنا جزء من المجتمع I consider the society or the community as a part of me and I'm a part of the society and this will lead the society to help me all the way وده بلي بيخلي المجتمع بتاعي يعطيني فلذات أكباده من الأبناء والبنات والثقافات والإبداعات اللي موجودة فيها في حاجة الأمم المتحدة عملتها جديدة اسمها ميل خليه والع خليه والع ميل هتمشي كده معايا أنا مش هتمشي اكتب كده ميل M-E-A-L M-E-A-L ميل يعني إيه ميل بالإنجليزي يعني واجبة بس بالأمم المتحدة والكونسلطان بقى اللي بياخدوا منك فلوس زي ما انتوا عايزين هنقبقى ليه حاجة تانية M-E-A-L الأم معناها مونترينج يعني إيه تتابع والإي يعني معها إفاليويتا تقيم والإي معناها تحاسب والإل معناها تتعلم نجي حطوها بالنسبة لكم كحلقة في ودنكم ميل مونترينج إفاليويتشن accountability and learning ما بنحطها في داخل أهداف أو اللي هو في سياسات المؤسسة هتبقى المؤسسة عندها قدرة على الاستمرارية وتكون عندها قدرة على الديمومة مونترينج إفاليويتشن accountability and learning التمكين يعني إيه تمكين بحد يقول لنا كده يعني تمكين empowerment يعني إيه تمكين ها يعني إيه كلمة التمكين تمكين أن واحد يطلق على شيء معين بطريقة معينة أيوة ها ها يرفع صوتك بشيء معين بطريقة معينة في مكان معين في حتة معينة استفدنا إحنا منه إيه بقى دخلنا في حالة ظلمة وخرجنا غرقانين أو دنانا البحر ورجعنا عد شنين التمكين هو أعطيك أنت الفرصة لكي تبني قدراتك وتكوني قائدة داخل المؤسسة فأنت تمكني من وظيفتك مش أنا أعطيك وظيفة وكل يوم ما بدكيش صلاحيات كل يوم ما بدربكيش كل يوم ما بفعلكيش كل يوم ما بخدش منك أحسن ما عندك من أفكار ده مهم جدا حيجعل كل الموظفين والعملين المؤسسة عندهم القدرة على الإبداع وعلى العمل على الإبداع وعلى العمل بمعنى بمعنى أننا حقلق قيادات داخل المؤسسة تستطيع أنها تقود المؤسسة وتخل المجتمع أو تقوم بمعنى تقوم بمعنى في المؤسسة لتقوم بمعنى ثم تقوم بمعنى تقوم بمعنى ده التمكين التمكين معناه أنه في نهاية الطريق تكون أنت قائدة في التخصص بتاعك أخذ صلاحيات كاملة يعني أنت الوقت استغلت now you got the job sitting and doing nothing or being just hit all the time no you have to be responsible make mistakes evaluated and being empowered after that how my society will be representing itself inside inside my organization men women young people different cultures different races different religion different values when I go to the organization المدخل المؤسسة ألاقي ألوان مختلفة ثقافات مختلفة أرقيات مختلفة أعمار مختلفة علشان كده يعني عرق يغذي عرق الثقافة تغذي ثقافة وعمر يغذي عمر a race can feed race culture can feed culture and age can feed age this should be inside the organization not be one not be one color and one culture or one race only التواصل والتشبيك we have to connect and communicate a network مهم جدا لأن التواصل والتشبيك بيجعلنا قادرين على جلب المعلومات والخبرات من مؤسسات أخرى communication networking will enable us to bring knowledge and learn from other organization واضح بناء الشركات يعني building partnership حاليا nowadays ما فيش مؤسسة تستطيع أن تقول أنها تستطيع أن تعمل عمل وحدها there is no one organization can do the job alone no علشان كده المؤسسات عملة شبكات that's why all the big organization have networks they sit down يعودوا مع بعض يتكلموا يتبحثوا يدعوا مزايا مع بعض علشان يؤثروا على ثقافة المجتمعات وعلشان يؤثروا على القرارة السياسية للحكومات أو الدول الأخرى to sit down and being able to impact the societies as well as trying to change the government decisions on certain issues فبناء الشراكات بالنسبة لنا أصبح زي كلمة التوحيد في دخول الدين حاليا لا نستطيع أن نعمل وحدنا أو في معزة عن الناس nowadays we cannot work alone or in separation from other people واضح اللي بناء الشراكات مشكلة نحن في العالم العربي أن نحن لا نبحث ولا نقرأ ولا نحلل ولا نستنتج ولا نستنبت ولا 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 بالرغم أن نحن أمة اقرأ التي لا تقرأ وافهم التي لا تريد أن تفهم يعني تقول أنت تتعنتر كده وتطلع بوم في بعض الناس من السياسيين يقولك مش محتاج لدراسة جدوى بأمارة إيه ويتعمل المشروع يخسر المشروع أنا لا أدري ما أسمع الناس فمنانظر لمثل هذه الأشياء we are the أمة of read but we don't read we don't understand actually we don't make research أنتو تعرفوا أن الأبحاث بتجيب فلوس والأبحاث بتغير السياسات والأبحاث بتدع حلول والأبحاث بتمنع مخاطر أنتو بس حتهتموا بالفلوس تعرفوا بس أنتو تعرفوا تأخذ المشروع تأخذ الموضوع تأخذ المشروع تتحدث المشروع تتحديد المشروع ونجد المشروع تستفيد من الحكومة تستفيد من المؤسسات الدولية وممكن تحول البحث بتاعي إلى مشروع مش بس 100 ألف دولار بمليون و 2 و 3 و 5 your research paper if it's done properly will impact the decision of the government and the government could change your research paper and the results into a project cost about 4 or 5 or 10 million and you will be implementing it the people who look at the research are just a paper waste of time this individual he does not understand read or be aware or know and realize the impact and the dimension of the social and humanitarian work read حد عندكم في مؤسسته عمل حاجة اسمها منصرة اللي هي في القرآن موجودة في سورة الماعون رأيت الذي يكذب بالدين ها قول بقى فذلك الذي يدعو الياتي أه ولا يعني ايه حض يدفع يدفع اللي هي المنصرة اللي هي بعد ألف سنة سموها ايه advocacy عندك انت في القرآن بقى لها 1440 سنة فهل احنا عندنا في مؤسستنا ثقافة الحد أو المنصرة أو المنصرة أو المنصرة بحقوق الغلابة والمساكين ولا كلها مشاريع موسمية بنأكد فيها الناس ونشربهم ونلبسهم ونعياتهم وإلى آخر انت من فلسطين ولا من اين شكرك فلسطيني مش يامل أكيد انت من تعز ولا من إب من إب ما عندنا يعني قرية البنة أو ودي بنا أو ودي بنا فلما ننظر لمثل هذه الأشياء عندنا ثقافة الحد وده مهم جدا إزاي انت حتستديم في عملك وانت فقط بتأكل الفقير ولا تطلب حقوقه ولا تدفع عن حقوقه كيف يمكن نستطيع المبادرة والمخاطرة نكون أصحاب مبادرات مبادرات تستطيع إنها تخدم المجتمعات وتؤثر في نمو المجتمع مش أي مبادرة كده تدير وقت يعني يجب أن تأخذ الإنسيات في المجتمعات يجب أن تأخذ رسك لأنه عندما تأخذ رسك يجب أن تأخذ رسك للشخص 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 لإنسيات حسناً لإنسيات للشخص للشخص يجب أن تأخذ إنيشيات لإنسيات لإنسيات وإنسيات وإنسيات المجتمعات المجتمعات الأخ ده بقى الرئيس لمدة خمس سنين ألف سلامة الله يسلمك مع السلامة لا لا ما أعلم أنا بعد ما شبت الإغاثة عدت 24 سنة قلتولهم عايز أمشي بقى لأ تمشي ليه ما أنت قاعد ما كويسة ما بتكسب العملية وبتكبر ما ينفعش أنت لك خمس سنين جزاكم الله خير ممكن تأمل حاجة ثانية أنت لك عقد لن يأخذ عقد كموظف كده لأبد كنت أكلم جمعية من الجمعيات في لبنان ثاني يعني يعني ساكسسف ساكسسف ساكسشن بلان دي هسو بي ذير on the agenda for the board members as well as for the employees بتكلم ما هو واحد في لبنان يعني فبقى لها 20 سنة موظف و30 سنة 2030 as a CEO said what سيد خلاص ما يتحل عن معاش بعد كده الثقافة دي عندنا نحن فاس في بلدنا العربية والإسلامية والأسف لكن مش عند الغرب أقول لك so you get a job for five years for 10 years at least you know that after five years you have to look for another job be very very clear with you nothing forever you have to look at it you have to look at it you have to look at it yes you have to look at it because it's a massive because of this because of this because of this can just be a small because of this like the police المجتمع لا الجامع لا على جسدي المسجد لا سمعين الكنيسة لا انفعش عندما لا يمال عام الهواء المجتمع يجب أن يكون هنا من أولاً إذا كنت أريد أن تكون مجتمع ليلة في واحد يوم أنا أفضل حسنًا أنا ليس أفضل هي أفضل أو أنك أفضل مجتمع منعطي الفرصة لكل من يستطيع أن يبدع اليقود و أعطي الوحيد لأحد مجتمع 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 أصبح لانا حبيت اعمل حاجة تانية يعني لو انا دلوقتي بديل مؤسسة كأكسيكتف ديريكتورز حفشل اقول لك ليش انا عندي الخبرة لكن حاليا دلوقتي مش عندي الصبر والاحتمال والمتابعة الدقيقة زي ما كان من 20-30 سنة فاتح خسان السنوات غير عشان لا انا مش بتكلم انا مش بتكلم عن انا دلوقتي سبيك من الفترة انا بتكلم عن انا قدرتي في اجيال جديد تطلع انتي مثلا لو انا قعد عالكرسي ده عمرك ما حتبقى وزيرة اه سوريا انا مش ايز جمهورية عمرك ما الفكرة انه اعطاء فرص للاخرين طبعا وفي نفس الوقت خلي بالحضرتك وانا في كرسي القيادة اعلم اللي حيجي بعدين اللي هو ايه يعني في نفس الوقت يعني في نفس الوقت انتي علشان اهلك انتي وفلان 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 اهلك وانا موجود مش انا عمشي وانتي طلع انتي تاتيها ولايسة الى اخر فهو ايه يعني تسليم واستلام ساكسيشن بلان مين زك اكشن امباورمينت وانا اي من اوفيس انا اديكم مسأل لما بدأت انا كنت دكتور مش كلا لو كده بردك وبعدين كنت دكتور فاشل طبعا الحمد لله اه وبعدين خدت الدال بردك التانية انا عندي دال اولى ودال تانية ودال تالتة انا خدت تالي انا عندي طبيب وبعدين دال تانية وبعدين دال تالتة وامبالك فبس سيباكم الحاجات دي كلها اصبحت شخصية لما دخلت اول اول مرور وانا اكشن في المرور اهم شخص كان في المرور اهم شخص كان في المرور وزهوم تعالي هنا تحتوع كده يعني بيوتفل فيس وخلاص تعافوا مين كان اهم واحد كان فيه اللي هو الممرضات والحاكمات والدكاترة والكونسولتنت اللي هو رئيس القسم كان طالب كله الطب يعني كان رئيس القسم اللي بيمر كان يقول له كل واحد هذا اهتموا بيه اللي جاي تمرن من الممرضة والحاكمة والطبيب اللي هو الممارس والطبيب الكبير لان هنا الاستثمار يا اخ حدنتك اسمك ايه راني هنا الاستثمار فيه علشان ده في نفس الوقت لما يتخرج يكون عنده القدرة على ان هو يدرب واحد غيره الى اخير وده التتابع نعم نتكلم فيه شكرا اصبحت انت طبيب باللوقتي كيف نبدأ يس نعم يعني يعني الساكسشن بس في العمل الاقتصادي والعمل التجاري والعمل الصناعي والعمل السياسي في كل شيء واللي ما ربيش جيله هو موجود يبقى مدير فاشل في صفحة كاميرا بسويس ما تعطيب تايدا لهذا الشيء يعني نعم كويس كزاكم الله خير نعم نعم كيف ابدعم وانا غير ممكن لابد يكون في ابداع نتيجة التمكين لابدك مثلا كنا بنعمل ايه روح وعندش فلو تستغل في اليمن كان عندك شباب مبدعين بسم الله ما شاء الله وخرجوا على القوم المتحدة من مدير مكتب صغير ومدير مشاريع لانه خلاص اصبح هو او اصبحت هي يعني ممكنة وعندهم مساحة يشتغلوا فيها فكلما زاد عدد المبدعين كلما زادت قدرة المؤسسة على الابداع ولن يزاد عدد المبدعين والابداع الا اذا كان هناك فيه مساحة للخطأ وللصواب وللتمكين والتدريب طبعا نتكلم عنه قلنا دي قياس الاثر هل احنا بنقيس اثر عملنا على المجتمع ولا لا يعني احنا دائما ان الشباب يقول لك انا فيه مسلا جمعات تقول لك بعض الناس يقول لك لدينا 500 مجتمع ساعتها انا بقى انا منزل مصر اعمل له مغنية واجب له حد يغنيها وحد على الاغنية يعمل ايه يعمل حاجة تانية كده بمأمرت ايه عملت خمسينيات مشروع ماذا هي المثال يعني كل ساق مغنية مغنية لا طبعا عندي اضحوكة اضحوكة لا امباكت مغنية 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 اقول لك حاجة انا انا كنت المثال بطلبه دايما كتير يعني اما روحنا احنا نعمل خزانات مية على قبال كشمير كانت البنت الصغيرة كل يوم بتنزل من الجبل ساعة نادر وساعة طالع على خمسة لتر او ستة لتر بتاعة اربع مرات في اليوم مفيش مدرسة مفيش ايه الام كانت تعمل نفس الموضوع يعني متعرفش يعني تعمل حاجة تانية غير انها تجيب المية خلاص لما حصل ان الخزايا تبنى على الجبل البنت دي ما بقيتش تضايع الخمسة ستة ساعات في اليوم فراحت فين فالأصبح عدد الاطفال اللي في المدرسة بيزداد المية جات على باب البيت اصبحت المرأة اللي في البيت بتبذلش مجهول عشان يجيب المية فاصبحت ممكن تنتج منتج اخر هتبيعه في السوق بتاع القرية فده انت بتقيس الاثر بعدد المنتجات الجيدة اللي طلعت عاملاتها الام وعدد الطلبة اللي راحوا المدرسة وتعلموا مش مثلا بالحجم الخزان اللي في خمس تلاف جالون او حلاء ماذا فعل خمس تلاف جالون للقرية على الطفل سواء كان ولد او بنت وعن المرأة وعن مجتمع نفسه واضحة؟ بمعنى أفضاء القربي تقييم العمل وعلى أساسه يتم حساب إذا كان إيجابي أو سلم قياس الأسر أغلب المؤسسات أغلب المؤسسات أغلب المؤسسات لا تفعل ذلك لأن أغلب جمعياتنا والله أعلم يعني بتروح عشان الصورة من ساعة عبد الحليم حافظ مغننا صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرأي لا بس أهلا بقى أخدنا الصورة بس يعني أخدنا الصورة ونسينا الأصل لأ أغنية تانية إحنا قلنا إحنا نبني وإحنا بدينا السد العالي الله أرحمهم جميعا بقى التخصص مهم لأن كنت مثلا بمعنى إيه أنا هيمانيتيريان يعني أشتغل في العمل الإغاثي في مجال كبير للهيمانيتيرياني المعروف العالم أنا إجابة تنظر في مجال آخر لإجابة أنا إجابة التنظر في مجال للإجابة أنا إجابة التنظر في مجال للإجابة فعلى حسب التخصص بتايع على حسب المجموع اللي حاكم باشتغل معاه لكن ما بقاش Jack of All Trade يعني Jack of All Trade يعني التخصص أصبح دلوقتي جزء من الاستدامة ان انا بعرف ان مرجعياتي في الابحاث اخونا اسمه ايه دكتور سامير دكتور سامير متخصص في الابحاث مش كل بحث ابحاث المياه ها اسبيشيلايزنج ان ووتر رسيرش ببالك كلايمت شانج اللي هو التغيير المناخي حبناه مثل مؤتمر للتغيير المناخي السنة الجاية مش كل واحد قدر يعمل فيه انا ما فهمش فيه لكن انا مؤمن به انا لا افهم ميكانيقاتها لكن انا اعتقد ان يجب ان يجب ان تفعل شيئا لكن انا احتمال اعتقد ان اعتقد ان اعتقدت من الناس مثل انا اذا انت اشترك في الابحاث او اغرقل او اغرقل او اغرقل و الى اخر فالتخصه و جزء من الاستدامة يعني ان اعرف ان هذا هو المرقعية يصبح اصدق 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 هذا السبج التجديد يعني اذا اتركنا كم عملنا كم عملنا سنجد لا يجب ان اترك انا اقول لكم اغلب المشايا اللي احنا نقوم بها هنقولها رمضان العضاحة اليتيم اللي هو الكساء بتاع العيد الافطار الصائم كتوة الشتاء كسوة الشتاء ومش عارف ايه الحاجات دي كلها كفالة الطالب كفالة الارمانة الى اخرى طب ايه جديد مفيش جديد لابد احنا نخرج ونعمل شيء جديد المجتمع بيحتاجه ده بالي واخدين ملكه اه اه طبع عارفهم طب كويس العمل الخيري هي وجميات الاخوان في مصر وجميات اللي هي انا معك ده سبع قد زي جميات الاصلاح ده بتكلم عاليمن ما انت بتكلم عاليمنطقة اه 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 نعم طبع دخل نعم طيب جزاكم الله خير احنا ننجدد اللي هو المشاريع بتادنا زي ما حضرتك كلمت من شوية دكتور بناء القدرات ده اصبح دلوقتي ركيزة اساسية وجزء من الميزانية وفي اي مشروع تعملوه حط جزء منه بناء قدرات المجتمع المحلي لازم المشروع بمئة الف ازود عليها خمسة ولا عشرة علشان امكن المجتمع المحلي اللي انا بشتغل معنا من غير كده المجتمع المحلي حيفضل عالة طول عمر علينا طبعا جمعي عندنا في الجمعية يعملون للناس مشاريع خاصة نعم 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 الدعم دعم مشاعي الصغيرة دعم مشاعي الصغيرة الزراعة والحبوب الزراعة وهذا بالك عمل الدكان الصغير او الكشك الصغير او الى اخير كل دي اللي هي مشروع التنمية الاسرية وكفالة الاسرة المجتمعية محمد الله في حاجات مهمة جدا جدا داخل المؤسسة وخارج المؤسسة وداخل المؤسسة وبينك و المجتمع ما هو الاحترام والتقدير والتقديم رسبيكت تقدير يعني ايه أبريشياشن و انك بتقدمه عليك يعني يعني يفورورد الناس في front of you ركوغنايزن اه ركوغنايزن اكناوليجمن ده مهم جدا لان انت لو جبتي حد من المجتمع وعمل شيء جيد وكان عندك احتفالة جبيرة جدا وحطيتي هذا الشخص شيف المجتمع يبصلك ازاي عندما يكون احدا من المجتمع لقد احصل وفي احدا من المجتمع ومع مجتمع تأخذ هذه المجتمع أو هذه المجتمع أو هذه المجتمع على المجتمع تقرير كيف ترى تجرب في عين الناس المجتمع اديكم مثال وذا ما حصلت بالأسف يعني في رمضان من سنة أو من سنتين كان في تفلين يمنيين معلش نحن نتكلم على اليمن بس في برمنجهام بق ثلاث يمنيين بعد نص سنة برد من اليمن وانت ميلة خلاك تقوم من غير اذن لا لا انا مبسوط انا قاعد عشان اختنا لا التاني 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 ففي الليلة دي مصلوش الترويح وكان في ولد غرق في الكنال فانقذوه نزلوا وانقذوه وكان اولادنا عندهم 14 سنة و 16 سنة فاحد الشاب قال لي على الفكرة عليهم قلتوهم طب دي تلت عنهم عمل لهم احتفالية في المسجد خلاص فروح تكلم الامام بتاع المسجد قلتوه مصلوش الترويح انا مش ادري اوصف 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 على قاعدة واحدة نقف عندنا عليها قلتوه الترويح سنة ودول انقذوا واحد نجيبهم علشان مرة جاي سالوا الترويح رفضوا خطبالك يعني ايه العقلية من نتكلم عنها في المساجدنا يعني هذه 2 أطفال في رمضان لم يكنوا ترويح وكانوا ترويح وكانوا ترويح وكانوا ترويح وكانوا ترويح وكانوا ترويح نريد أن ترويح العقلية من 2 أطفال ولكن المساجد تخياروا لو كانت ترثلين تلعوا قدام ألف مصلي وانا قلناهم جزاكم الله خير كان حيأثر داع عليهم إقابيا في علاقتهم بالمسجد ازاي او بالدين ازاي اماجن اذا كانت 2 أطفال أطفال اصبحت حقاعدة 1000 people وكانوا شكرا وكانوا شكرا our children how much this will impact them في مسألة تانية نفكره في الألفية اللي فاتت مش كده احنا اللوقتي فأني ألفية المهم كنا عمني حاجة اسمها الدورة الرياضية بتاعة الأغاثة الإسلامية يعني اسلامي ليف جيمز this was 1991 1992 حاجة زي كده there was young people sleeping in the room بيكلم 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 عديت عليهم الساعة واحدة الصبحية والساعة اثنين يا ابني نام بقى نام بقى مفيش فايدة الساعة الثلاثة الصبحية at three o'clock in the morning I switched the light and told them if you don't sleep and pray faj you will never win خلاص ومشيت بتقولوا لو ما نمتوش وصلت الفجر مش هتكسبوا كورة بقى ومجنونة اليوم اللي بعده ساعة خمسة أو ستة بالليل second day at five or six o'clock in the evening three or four young people jumping قلت لهم ايه we won احنا كسبنا بتقولوا طيب مبروك قلتوا مش فاكرا انت قلت لنا ايه بتقولوا انتم مين قالوا you came and told us if you don't sleep and don't pray fudge you will never win and we won under 16 and under 18 فالحطة دي انا بتقولك مش بتكلم عن نفسي بس بتكلم عنه ربطتي الانجاز بالصلاة فالاثنين حصلوا مع بعض فأصبحت دي موجودة ينوة يكون مفاعلة ليهم في كل مكان وفي كل زمان التطوع لابد المتطوع عندنا فولانترزم فولانتيرز we have to respect the volunteer لان فولانتيرز could be one day the chairman of the organization or the CEO of the organization or the head of the department زي ما الراجل الانجليزي علمنا وهم بنحص على الورد راوند التالب ده اهم واحد عندنا في المجموع ربطتي وبعدين المتطوعين ما يتعاملش معهم اي موظف باي كلام باي مش عارف ايه لا يجب ان تبحث عنه باية هذا هو المتطوع المتطوع في المجموع نحن نبحث عنه لان الفولانتيرز لان الفولانتيرز سيكونوا سفرائك في كل مكان في كل زمان يعني في مسلا بنت شفناها بسم الله ما شاء الله انا جاي بسجودن بأفرخيا من اسبوعين تقريبا اي وان سوز افريكا 2-3 ويكس اجو وان بي نايس يانج جنج ومن هي تيشر يعني 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 بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على الايه على العمل اللي بتقوم بيه وحنا حبينا هي حزور بريطانيا she's going to visit بريطان i think she'll be landing next week on this week coming and we to respect her احترامة لها هنخليها زور كل مكاتب المؤسسة في المكتب الرئيسي زائد المخازن زائد الدكاكين الشخيرية عشان تحس انها قيمة وحيثية ترجع بعد كده هو الجنوب أفريقيا تتكلم عن كيف وحكم هذا تفعل الجمعية لأنك لو انت بتبني شخصية المتطوع وهو صغير تجعله قائدا وهو كبير invest in human resources invest in volunteers حاجة تانية عشان الاستدامة عدم عبادة الاسم والشعار والشخص يعني مثلا عوز انا اتكلم اشياء السيئة علينا مثلا انا اسست حاجة اه خلاص يفضل طول العمر ليه في امرت ايه يعني في ناسك احسن مني حيجو بعد كده والنجاح بتاعك يا اختي اسمها راني انت اسمك ايه سلامة 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 سومالي ولا سلامة قليتري سلامة بالك النجاح بتاعك ان انت ما تقعديش لغاية ما ترضيك ويتكلموا عليك كان من سيئ تعودي لغاية ما تبدعي وبقى انتقولهم جزاكم الله خير انا هعمل حاجة تانية ودايما اللي بيترك وراه انجاز بيكتب اسمه في التاريخ لكن اللي بيطرد من المؤسسة لا يتحدث عنه احد سببال من المخصر يتحدث عن تلك قليل عندما جاء وقبل سوف يتحدث عنه وضع يخص ولكن الواني من المخصر لنه يتحدث عنه لا تقوم بكتابة لا تريد ايه الوقو او الشخص او المؤسسة نبقى المؤسسة المعلمة المتعلمة We need to become the learning organization يعني أي learning organization يعني تعالك كده أنت اسمك ايه الصالح الصالح ولا صالح صالح يعني نشوف صالح أنا أصغل منه مثلا باربعين سنة ترك العجوز انت اه ايه صح ده صند انه يبقى عجوز يبدو ما لما هتبقى عجوز هتبقى شكلك ايه فدوري أنا كمدير هو عنده خبرة معينة ما عنديش لأن سنه وفلسفته وثقافته تختلف عني تماما تربى بجيل غير الجيل اللي أنا تربيت فيه أنا أتعلم منه هو عايز ايه وعلمه خبرتي ايه دي المؤسسة المعلمة المتعلمة this is the learning organization the top teaches give the knowledge to the bottom and the bottom give the knowledge to the top so it goes like this بروح كده في الداخل يعني ما بين إبداعات صالح وفكره ما بين خبرة الدكتور وخبرة أختنا رانيا وخبرة أختنا سلامة إلى آخره إلى آخره فلازم كل واحد فينا يعلم التاني حتى اللي هو الحارس البواب البواب ده ممكن بيشوف أشياء غير عادية ما حد الشعرف أشوفها ما حدش بيشوفها لازم أسمعهم even this porter or the cleaner they see something which you don't realize and they see all of us in and out we have to listen to them and learn from them thank you شكرا أخ صالح يعني تبدوا الخبرات أيوة دي learning organization من الداخل الاستفادة من التاريخ ماينفعش يا أخوانا أني ما يكونش عندي أرشيف I have to make archive to register everything have happened this year this year this year this year this year علشان الأجيال اللي حتيك بعد كده هو تستطيع أنها تقف عن عرض صلبة because the generation to come should stand on a very solid ground documentation 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 اللي هو إما بالصورة والفيديو أو بالكتابة كل حاجة كل حاجة نتكلم أنا بس اتكلمت كده في عجالة عن ما عارش كم نقطة 25 25 نقطة ببالك حفتح المجال للأسئلة دوقتي في الاستدامة sustainability وبعدين اللقاء التاني حيكون حوار مفتوح كل المشاكل اللي عندنا نحطها على الترابيزة ونمتد بقى نعمل إيه عراق ساخن الاستدامة أنت كنت عايزة أسألة أسألة واحدة فيك أنا عايزة أسألة أولا أقولتها استني شوي أنا جاوبت عليك طيب ممكن يما يقوله تعليقات على 25 نقطة دول أو في الاستدامة باللغة منتكلم في الاستدامة تضلي الفقرة الأولى هي الاستدامة آه فقرة الأولى هي الاستدامة إزاي نخلي مؤسستي يعني دائمة العمل وفي الوجود يعني فيه مؤسسات بقالها 100 سنة أوكسفام بدخلها على 90 سنة مثلا مجموعة الصريب الأحمر وهلال الأحمر عدت 150 سنة و160 سنة إزاي استدامت المؤسسات دي كلها الأزهر موجود عندنا في مصر بقاله ألف سنة إزاي استدامة جامعات الزيتونة في تونس أو تعلت اللي في المغرب في مغرب في واحد تانية اسمها اللي عملتها فاطمة الفهرية مثلا مش فاطمة لا الزيتونة دي في تونس هذا اللي في المغرب هي في فاس يا عمنا اسم الجامعة قرويين 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 دي وخلي بالكو فاطمة الفهرية أصلا من تونس مش من مغرب يعني يعني بس بقولها كده عشان بقول لك كان دور المرأة إنها أسست جامعات من مئات السنين فالاستدامة تفضل ممكن تيجي هنا بس عشان نسمع صوتك لا طب السؤال هو إيه أنا خلصت عايزكم تتكلموا نعم 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 كيف تنتهي 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 من مثلا تغير تخصصنا حسنين مثال أو إنها مثلا تتوقف وتخول العمل هذا الذي لها أخرى وهي تنتهي طبعا طبعا السؤال بتاع حضرتك إنه يعني ممكن مؤسسة على عشان مهمة معينة أنا حسيت إن في بعض المبادرات طلعت عشان أريتريا مثلا يدمجعها في سنة ثلاثة وثمانين واربعة وثمانين ومنها الإغاثة الإسلامية إحنا ما وقفناش لأن ما سمينا نفسنا المؤسسة الإليتريية للإغاثة سمينا نفسنا مؤسسة إسلامية لأن العمل خيري فاستمرنا بحيثية إن إحنا بنعمل إيه بنتدخل في العمل الإغاثي في كل مكان في العالم من حقك إن أنت كبورد إن أنت خلاص قول مهمتي انتهت وقفلت ومن حقك أيضا إنك عايز نستديم في العمل بتاعك فأنت الأمر مش قرآن لتصبح 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 ليس قرآن إنه أجلتك كبورد وإنك وإنك أجلتك إذا أجلتك أجلتك لأجلتك لأجلتك لتصبح لأجلتك فممكن يكون تدخلك حتى في العمل الإغاثي يعني مثلا MSF اللي هو المؤسسة اللي هي موسيسن سان فرنتير اللي أطبق بلا حدود تتدخل إغاثيا فقط ولا تعمل أي مشروع تنموي خلاص أصبحت بتاعتها معروفة إنه في كل مكان في العالم بتحطنا جيب عيادات طبية وكذا اللي الدور وانتهى الفترة الإغاثية بتمشي ربلك واكد هاتبالكو تفضل طبعا أنا مش مختلف معك دعم المالي مهم طبعا نعم 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 حتى دكتورة شعرت فتح مختلف خيلي كويس كويس يعطي الناس كل يوم كويس مجالة نعم يعني المثل بتاع اليمن في أحد الناس الطيبين زي ما عارفين وانستدف تقنى من الناس الطيبين من الناس الطيبين أسألهم اللي هو القمح يعني وحاو تشانجيه إلى بيكري وعطي بريد بريد في حاجة أنا نسيت أقولها في دايمونة المؤسسة ومفرونتوا يعني تقيموا علي الحد فيها إزاي ناعد أتكلم ساعة ونسيت أقولك كلمة دي طبعا نسيت أقول إيه ودي داي فورجيتو منشن في الاستدامة لو معرفتوش إحنا في الدور الكام هنا أنا كنت في الدور الكام هنا أنا دات دور التاسع أو ممكن يعني بشت بس فيم يعني فيم مستقبال تحت مستقبال تحت على على الجنة طب قولي أنا نسيت إيه احتمالي يكون أنه يعني المستحقات لأ لأ مش ديه حاجة 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 هي أساسية عندنا وأنا نسيتها يبقى أنا أرتكبت كبيرة ها لأ عندنا كلنا لأ ما تكلمنا عقيلة كتير ها ها استدامة استقامة استقامة لأ في حاجة دا كده الاستثمار قربت قربت قبل الاستثمار بتعمل إيه الـ ها تخطيط لا لا علم لا 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 بعد الفند بتعمل إيه خطة لا 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 بتعمله كيان اسم الكيان دا إيه لا ما هو أنت عالي عشان موسط السليم بتعمل جنبها كيان الوقف شفت أنا بقى هي يعني انتم مفروض تكلموا على حد دلوقتي كاملوا مجلدة أنا كنت عبتت تذكر بجلد الأزار لأنه من دبنا شان الوقف يعني الوقف يعني ها الوقف بتقولي ايه تعالي وقف جنب هنا تعالي هنا الوقف الانجليزي يعني أنا أقول ثراثة ايه أو ثراثة أو فونديشن ايه فالوقف هو الكورنر يعني ايه أنا بنصحكم يا شباب بنصح أو جبت على المال اهو دا حيوزع عليكم كم حتدي مليون النهاردة؟ ها؟ لا أعرضك مش عين الرأسك حنعين فلوسك ها؟ من اليوم الاول ان شاء الله تاخدوا من كل تبرع واحد او اتنين فى المية من كل تبرع يجالكم بس اللقف ده معلاش افوان هل القف ده مخصص اي للجامعيات الاسلامية ولا الكل الناس لكل الناس لان القف ده معرف الاسلام انه توقف حاجة وحتى في الكنيس عندها اوقاف والمعابد عندها اوقاف لا اقصر مجتمع المدني اه عنده اه عنده اه اه اللي لا اللقف كلمة متعرفة علية دولية اه طبعا طبعا ندوم يعني أنا أديلك مثلا سنترال لندن سنترال لندن جنب البرلمان الكنيسة اللي هييمكن نصها تحت لجنب البرلمان بتدخل دخل وده شيء جيد جدا الأزهر كان عنده أوقاف كتيرة الأزهر كان عنده أوقاف بسم الله والأوقاف مش من مصرين بس يعني أوقاف الأزهر وقف كان عنده أوقاف في اللاند وفي البروبرتيز تحولت إلى وزارة أوقاف تحولت إلى وزارة أوقاف منيستر أوقاف منيستر أوقاف منيستر أوقاف أهلية أهلية خاصة عني برايفت أهلية أرض جمعية على حسب الوقف كويس مرغس في القطر الناس في السعودية شوف الوقف بغض النظر أنا مش أتكلم بقى على الحاجات السياسية أنا بأتكلم معانا عن الوقت إيه أنا هعمل جمعية دلوقتي إغاثية أو جمعية تعلمية إدوكيشنال أو ريليف أو ديولومن عندما أبدأ أجل أن أجل أن أجل فنجل على الوقف من المتحدث لماذا؟ لأن أكثر من المتحدثة المتحدثة لديهم وقف في بليون دولار عندهم أوقاف ببلايين الدولارات هارفورد هارفورد الأسد بتاعها مور دن 40 بليون دولار في إيشي في إمسمنت في بروبارتز في كل حقادي كلها في ستوك إكسشنج أموال الوقف الفند طبعا لازم تستثمر بس يعني you must invest this money otherwise it will become paper money بس بالنسبة للمسلمين استثمر زي ما أنت عايز الأخرين بيعملوا زي ما هم عايزين التبرعات يعني الوقف أنت بتقول المتبرع يقول المتبرع يقول المتبرع يريد أن أجل أجل أن أجل أو يقول المتبرع أن أجل أن أجل 1% من أي دونيش أنت بتعلي تبارعات أو يقول المتبرع أجل أن أجل أن أجل أن أجل التبرع سيكون نوعين إما تبرع إلى الوقف مباشرة مباشرة إلى الوقف مباشرة أو أن تقول أي دونيش أجل أن أجل أجل أن أجل 1% أو 2% من أجل إلى الوقف لأنني أخذ 1% أو 2% من أي تبرع بيجيلي أحطه في صندوق الوقف لأن الوقف لونج تيرم الوقف ده يعني على مدى بعيد 10 و20 و30 سنة يعني لما الأثر كان عنده حوالي أنتوا عارفين الفدان المصري كم 4,000 200 متر مربعة من زي 10,000 كان أثر عندهم 146,000 فدان في الدلتا ده بس الأرض الزراعية ديس 143,000 إجيبشان فدان وز أولي فور الأزهر دست دلاند لما هم حولوا في كل الدول العربية دلوقتي الأوقاف الأهلية الأوقاف حكومية أصبح مفيش إبداع فيها وأصبح فيه تسيب وفيه بعض الأحيان فساد بكم المنزل 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 يس حد يفهمه لا عشان أنا مش عارف هو النساء ما قلتلك تعليقه في جنبي حرام لا يمكن أنا ما تقل في جنبي عشيعوا عليك إشعاعا فلتلت تفهم يا عشان الواقف يا بنتي لا فلتطلت أنني أتكتب أغفظ 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 بالجلب من الإمتعان يُعَيَوَلَيْتَ مَنِي إلى تنفيذة إلى النظام أَنِيَفْلُّمُّلُّعَيْتَ وَنَا لِنِيَفْلُّعَيْتَ أَنِيَفْلُّعَيْتَ فلَأَنِيَفْلَاَئِ في الرجل التعامل بالتعامل بالفعل هو أن تزوج بتهزائم من المعطاعت poops على أبناءُ بحاجة مثلا كيف تُمَّعَيْتَ وَاَنْسَلَكَ نتعلم عن المنزلات هذا يعني أنه يساعد بعض الوصف أمو 50 أبوcyًا أو 100 أبوcyًا لا 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 أتحدث عن المنزلات الموقف هو المنزلات و المتعاملات المنزلات في المرير المنزلات في الوصف المنزلات في كل ما تسمعه المنزلات في المنزلات و أعلم أن الوظف ده ركيزة إسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم له حبس رأس المال ها اللي كي يستفيد من المسلمين فيما بعد هل كان وقتها الوقت في عهد الرسول كان في الأصل الأوقاف كان فيه بيت مال المسلمين أيام سيدنا عمر رديله عنه طيب يعني هي هذي المبارد الفلوس اللي فيها كانت مجرد إن هي تخزن ويعني كصندوق هو كان أغلب الأوقاف في هذا العصر كانت الأراضي والمزارع واخد بلك الاستثمار ده جيه بعد كده لما اتطور الأمر مثلا ايه أنا متبرع حبست هذه الأرض للمسلمين فهذه الأرض ها زرعها وأكلها يعود خيره عن المسلمين ده في المرحلة دي حاليا دلوقتي أصبح فيه تطور العلم واتطور الأوقاف إذا أصبح تستثمارات يعني في يعني في بتستثمار إنتي بس كان عشان ما تخسريش واخد بلك أصبح في حاجة كده أصبح فيه شراء يعني تاخد إيه أمال الوقف تشتري عقار وبيعي بكرة لما صحة المؤسس فتعملي إيه اللي هو اللي هو الربح ده يكون لمين للمؤسسة نفسها أصبحت إنتي مثلا دلوقتي لا أصبحت إنتي دلوقتي عندك إيه اشتريت شاف عن أعمار رجي كلها اشتريتيها بأموال الوقف عشان تدخل دخل شهري توظفي منه أو تصف منه على المؤسسة ده ما كانش في أعمال رسول صلى الله عليه وسلم لكن الفكرة كانت حبس المال the idea was to keep this land for the Muslims forever for a forever ومش من حق الورث انهم يفك الوقف and there's no right for the people who inherit you or may after a day to take this وقف away يعني وقف مدى الحياة مؤبد نعم مؤبد طب بعد انتهاء المؤسسة إيش يحصل في الوقف يعني مؤسسة قديد أغرضها وانتهت it depends it depends on the law of the of the government انت عندك أو يقود لمؤسسات شبيهة له ما هو ده اللو اللي هو القانون القانون المحلي بتعال بتعال بعد فضل تعال جنبي عشان أنا عايز أتعلم منك لا ما ينفعش تفضل فضل انت أصر مني شوية بس أنا أطول منك كيف أن أنا أطول منه هو أصر مني ولا نا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما يمشي جنبي واحد يبقى طوله محدش كان يبقى أطول منه دي من المعجزات تفضل طب أنا مش حوقي في جنبي حوقي في الركن يعني أنا مش الرسول يرد طيب تفضل أكلم تضيف لكلام الدكتور في موضوع الوقف أخوان الكرام ممكن هو موضوع شوية طويب يحتاجه حيثا يعني برنامج خاص لكن أبضيف لكلام الدكتور أنه الناس يخلطوا كثير من أحيانا في القطاع الخيرية في مؤسسات الخيرية بين الأوقاف وبين التبرعات والأموال التي تأتي التبرعات والأموال لمنفع عامة من يوقف؟ بعض الأناس يخطؤوا برضو خطأ آخر يقولوا نحن نؤسس مؤسسة الوقف الإسلامي الوقف كذا إن تما تأسس مؤسسة وقف الوقف في تاريخه الطويل كان تجار المسلمين أو التجار في أي مكان أو في أي مكان في العالم حتى هنا في الغرب كانوا يوقفوا هذه الأعمال هذه المباني هذه العقارات هذه الاستثمارات هذه الشركات للمنفع العامة فالذي يوقف هو صاحب المال وليس أنت لكن يأتي مثلا تاجر من تجار أو رجل أعمال أو جهة معينة تأتي للدكتور هاني في الإغاثة الإسلامية تقول للدكتور أنا لن أعطيك مال لن أعطيك مشروع أو تمويل أنا شايف المبنى هذا هوقفه للمؤسسة إيش سوي الدكتور هاني؟ يأتي الدكتور هاني الآن يأسس إدارة خاصة فقط تندير الأوقاف ما تخش في إدارة المؤسسة يعملوا فندق يعملوا مطار يعملوا زي شيء أي شيء يعود أي ويعود ريعه لهذه المؤسسة ولهذه المشاريع ما يجي الدكتور هاني يدخل في المؤسسة ويقول هذا من أموال المؤسسة لا هذا وقف الآن يعود ماله لاستثمارات المؤسسة الخيرية الإنسانية المجتمعية في نقطة أخيرة أخواني كرام في الموضوع هذا كذلك موضوع الوقف هو حقيقة من يوم ما أصبح وقف حكومي وأصبحت الحكومات قتلت الوقف تعرفوا أن كثير من الأوقاف كانت تصرف على الدول والحكومات وعلى الجيوش وعلى الجيوش وعلى كل شيء يعني الأزهر في بلد مصر الذي ينتمي منها لهذه الدكتور هاني كان الأزهر يقرض الدولة من أوقافه من أوقف الأوقاف هذه المجتمع تجار المجتمع ورجال الأعمال وأصحاب المال وأصحاب الخير كانوا يوقفوا هذا الأمر في في الغرب هنا كذلك الموضوع الاستفسدس يعني شيء كبير جدا حقيقة جامعة هارفد على سبيل المثال تعرفوا أنها وقف يعني ما يملكها إنسان ما يملكها أحد هي وقف لكن وقف هذا يعود قاعد على تطوير هذه المؤسسة نعم هو موضوع كبير حقيقة أتمنى إن شاء الله نفرده لقاعد شكرا دكتور تعرفوا في سبيل يعني فسبيل المثال موضوع الى المثال موضوعات ...som en eller flera fysiska eller juridiska personer stiftare har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket ska vara över längre tid. KASP أنا أخذت منها في السنة 2% في 12 ألف جنيه يساوي مثلا 2400 جنيه أه أنت بتقولي لهم بقى أه نعم وبعدين بقى كيه لما تكتمل أموال الوقف بتعملي إيه بقى تشتري العقارات اللي تكلم عنها يا أخونا أو بتشتري استثمريها اللي صالح عمل الجمعية واضحك بالسويدي بالسويدي يا مفيش سويدي يا مرسي لا أنا عملت جوجل بس برضا مش جوجل ايه ومش جوجل ايه ما أنا موجودة هو أنا جوجل يا شباب عبدالله مش أنت بتاع الفلوس تعالى جنبي هنا تعالى جنبي بس مش هسمعك لا 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 تعال 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 تعالى بس عشان أجوزك هنا تعال موحدة بالدنيا والأخرة لا بس إنه شو اسمه استفتلسة أنا أفتكر هي فاونديشن بس هذا الوقف أو تراست هو فوند بالسويدي ففيه حتى وهي الأربس فوندن هاي هي تجيها الفلوس اللي ما عندها وارث أي فلوس ما عندها وارث يجي لعندها عن طريق كامر كوليكت هو صندوق وهي اللي بتوزع على مشاريع معينة بالمجتمع 2018 بصفحتها موجودة إنه هي مولت أكتر من 400 مشروع ما يقدر 640 مليون كورونا فهي أفتكر إنه استفتلسة هي فاونديشن شكرا خلص خلص السؤال خلص السؤال السؤال كان إيها عبدالله اسم المؤسسة بالسويدي يعني تزم تتكلموا سويدي تكلموا لويندي طيب في حاجة تانية يا شباب معنا هنصلي هنصلي على النبي ونصلي على الرسول الأول ما قيم عليك الحد طيب يلا بسأل بريدو أريدو أديف يعني اللي هي هدافة أضغط الفلسفة على الوقف أيضا إنه عدم الاعتماد كل مرة على الجمع وزيك الأشياء إنك عنده شيء ثابت وستستثمر فيه وهذا شيء ثابت يعني تأخذ تمول عمل سواء كان تعليم أو إيقاس يعني فهي عملية يعني لونج تيرم يعني لونج سيكتة يعني فهذا هو اللي إنه بدأ إنت ما دايما تعتمد على الجمع وكده فبالتالي مثلا على سبيل المثال فالآن في في السودان عمل إيقاس كثير لو كان هذه المؤسسة الإيقاسية كانت تسمرت اشترت أماكن ومدارس تاجرت هذه الأموال مثلا جمعت إيقاسة إيريتريا جمعت عشرة ملايين نصفها بس فقط عملت الوقف كان الآن ما تحتاج ما يحتاج تشحد ولا كده فإيش عنده شيء مستمر على سبيل المثال على سبيل المثال أدي لكم على سبيل المثال في إيتوبيا في عندها أكبر مسجد اسمه مسجد أنوار في ماركاتو فهذا بنية في عصر الإيطاليان لما دخلوا استعملوا إيتوبيا خمس سنوات فبنوا المسجد فحوالينا المسجد عملوا دكاكين يعني تابع المسجد هذا عمله وقف إلى يومنا هذا المسجد أنوار يملك هذه الدكاكين وإيجارها كله وقف موقوف الدخل هذا موقوف لأعمال المسجد تزيير الدعوة أي عمل المسجد يقوم فيه عنده دخل ثابت يعني فبالتالي ما يحتاج دائما يعني يشحد أو كل يوم الجمعة تعال يا جماعة برعو كده وكده لا عنده شيء بي بلان يعني طيب يش أي سؤال تاني قبل من يختم ونلتقي بعض نص ساعة بريك نص ساعة أخ أحمد أمير بعد نص ساعة نلتقي ولا كم ها ها هصله طيب ونحن بس أدي حانا نلتقي بعد البريك عشان بس فضل لا أنا أبوي نزلته في الفيسبوك السؤال ده بس أله بعد أديل بريك هناخد حوالي ربع ساعة للبريك والصلاة ونعود إن شاء الله بدينا تعالى يعني أوكي طيب الأخ سألني سأل شخصي قال لي هل يخرب لك جمال البنة أنا أبوي أسمع عبد الجواد السيد مصطفى حمودة البنة ما أقول تخش على الفيسبوكككو بتاعي لا خش خش لا لا خش على الفيسبوك هتلاقي أبويا وعمي وجدي لا لا وجدي مطفون في البقيع وأبويا مطفون في مليات نصر إن شاء الله وعمي ها لا إله إلا اللي ما ألتلك عبد الجواد عبد الجواد السيد مصطفى حمودة البنة عبد الجواد السيد مصطفى حمودة من عندكم من أب من اليمن يلا يلا بالسلامة هنلتقي بعد ربع ساعة في جلسة عشان بس في جلسة أسئلة وأجوبة محرجة ها فنلتقي بس مباشر بعد كده ربع ساعة في جلسة أسئلة وأجوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شير 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 حسن طيب في عند الحمامات يعني بالنسبة الحمامات في موجود بعد الوقت كان قاوة على اليمين بص تعمل إبا نعم شكرا 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 اشتركوا في القناة